كلنا بنتكلم على الخلفاء أو أبرز الأسماء من أبرز الأسماء المرشحة أنها قد تخوض الانتخابات الإيرانية وصولا إلى منصب الرئيس نعم خليني قبل ما جاوب حضرتك نحدد مسألة العلاقة التنظيمية أن الدستور الإيراني حاول إيجاد نوع من التوازن النسبي ما بين المؤسسات اللي احنا ذكرناها لكن هذا التوازن على أرض الواقع ربما تغير بشكل كبير وفقا للمتغيرات المختلفة وباية المرشد الأعلى ثم الحرار الثوري الإيراني هم من يتحكم ويرسم السياسة الخارجية الإيرانية بشكل كبير جدا خلال العقدين الماضيين وتنامى دور الحرار الثوري بشكل أساسي وبالتالي على الرغم من دور وموقع المرشد ثم الحرار الثوري لكن هذا ليس معناه أبدا أن منصب رئيس الجمهورية ليس لديه اختصاصات مهمة ودور حيوي هناك منصب مهم ويقوم بالعديد من الأدوار والأهداف والاطلاع بالمسؤوليات وفقا للدستور الإيراني ولو دور مهم جدا فيما يتعلق بالعديد من الملفات يعني كدور تنفيذي بالتوازي مع المرشد والتنصيق مع وزارة الخارجية وبالتالي في ظل الوضع الراهن وفي ظل هذا الحادث الطارق والمفاجئ بالنسبة للنظام السياسي الإيراني اللي شئنا أم أبينا سيحدث نوع من الارتباك أو التصدع النسبي في الداخل الإيراني لأنه مشهد مغير وفقا للخطط اللي كانت متوقعة النظام الإيراني في السنوات السابقة قد فرغ من مسألة أولا اختيار رئيس إبراهيم رئيسي والتفرغ من الانتخابات والسيطرة للطيار الأصولي على معظم السلطات السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية وبالتالي هذا مشهد مغير تماما ويجعله أمام مسئولية أخرى وهو أن إبراهيم رئيسي لم يكن فقط رئيس كان معظم المؤشرات تؤكد أنه سيكون الوريس وسيتولى منصب المرشد الأعلى للثورة الإيرانية في ظل الحالة الصحية والتقارير التي تتحدث عن خليفة المرشد الأعلى في هذا التوقيت وبالتالي ده سيعيد الأسئلة المؤجلة مرة أخرى إلى الواجهة من سيخلف المرشد الأعلى ربما هذا السؤال مؤجل ولكنه سيظل في المربع وفي الواجهة مرة أخرى لكن بالنسبة للانتخابات الرئاسية القادمة أعتقد أنه ده فرصة بالنسبة للطيار الإصلاحي للعودة مرة أخرى للمشهد محاولة الضغط وربما أن يكون هناك بعض المرشحين لكن خلينا ننظر إلى قائمة القوى والشخصيات السياسية الموجودة على الواجهة في انتخابات 2021 كان إبراهيم رئيسي اللي حصل تقريبا على 73% ثم كان محسن رضائي الذي حصل على حوالي 14% نسبة ضائلة ثم بعد ذلك عبد الناصر همتي الذي حصل على تقريبا 10% ثم أخيرا أمير حسين قادي زادة الذي حصل على حوالي 8% وبالتالي كان هناك غياب للتنافس الحقيقي كان هناك وزن نسبة كبير بالنسبة لإبراهيم رئيسي إذا ما نظرنا إلى بصرف النظر عن هؤلاء المرشحين يوجد بعض الشخصيات المرشحة مثل رئيس مجلس الشورى الإيراني وهو محمد باكر قليباف أعتقد أن ده كان مرشح بشكل كبير جدا قبل حتى أن يصل ويتولى مسؤولية مجلس الشورى أن يكون هو مرشح سواء للرئاسة أو يتم ربما تقضيمه إلى تولي مسألة المرشد الأعلى هو من نفس ذات الطيار المحافظ نعم أنا أتكلم عن الطيار المحافظ لأن من المفترض أو من المتوقع أن النظام السياسي سيكون هناك حزوز قوية وإصرار على أن يأتي الرئيس القدم من نفس الصف لأكثر من سبب حتى يتم التأكيد على وحدة ولحمة واتصاق السياسة الخارجية الإيرانية لأن هناك بعض الملفات المشتعلة والمعلقة منها ما هو متعلق بالصدام مع الجانب الإسرائيلي بعض الملفات الخاصة بالميليشيات والأدوار الخارجية بعض الملفات المتعلقة بدول الجوار مثل أزربيجان أو بعض الملفات الأخرى المفتوحة الموقف في غزة وتبعات المسألة والوجود الإيراني وخط الاتصال مع حماس أو غيره وبالتالي في هذا الموقف الحساس وبالإضافة إلى التفتيش وعودة الرقابة من الوكالة الدولية بعد فترة جمهود لأشهر طويلة عدد من الملفات يجب أن تتصق السياسة الخارجية الإيرانية وسيكون المرشد والحرار الثوري حرصين على أبقاء المشهد في ظل هذا الخط حتى يكون هناك عودة لخط الثقة والتأكيد على أن النظام لم يتأثر بغياب رئيسي أو غيره وأننا قادرون على الاستمرار ومواصلة السياسة الخارجية الإيرانية بدون شك وبقدر أكبر من اليقين بالنسبة ليه الشق الآخر المتعلق بوزير الخارجية أعتقد أن يمكن ده العنصر الأقل نوع الوزير الخارجية إحنا اتكلمنا على رئيس البرلمان طيب بعض التقارير أننا لقيت أنها بتشير إلى مجتبة خمينئي على سبيل المثال التقارير الأخرى كانت بتذكر غلام حسين رئيس السلطة القضائية حظوظهم إيه؟ يعني دول أحد المرشحين طعب عن اللي موجودين في صدارة المشهد لأنه هما تم تقدمهم وإعدادهم لأن يكون هناك وخاصة غلام حسين رئيس السلطة القضائية أن يكون هناك جاهزية لتولي أي منصب ما الحديث عن مجتبة خمينئي هو اللي يمكن قد يلقي بالعديد من الأسئلة وعلامات الاستفام أيضا خاصة إن المرشد الأعلى يحاول نوعا ما عدم حرق هذه الورقة بشكل كبير وربما تأجيلها أو محاولة تهيئاتها في مناسبة ما لأن يتخذ خطوة متقدمة فأعتقد أن يمكن مجتبة خمينئي كان أحد المرشحين فيه السابق ليس لرئاسة الجمهورية ولكن العديد من الطرحات والتقارير وخاصة الأجنبية كانت تتحدث عن أنه يتم تجهيزه ليخلف والده المرشد الأعلى لكن بصرف النظر عن نفي هذه المسائل أو غيرها ولكن يظل حظوظه متوفرة الدفع به في فترات معينة وفي توقيطات سياسية حساسة أعتقد أن له هدف وبالتالي ليس مستبعد بأي حال من الأحوال أن يتم تقديمه سواء رئيس الجمهورية لاستعداد للمرحلة القادمة وبالتالي لدينا أكثر من مرشح محمد بكر قليباف غلام حسين تحدث عن مشتبة خمينئي أو أي عنصر آخر يتم تصديره للمشهد لكن بكل يقين أعتقد أن فرص روحاني مستبعدة لأنه من الطيار سيد حسن روحاني من الطيار الإصلاحي زائد كمان المعلومة مهمة أنه كان ضمن أعضاء 31 من مجلس تشخيص مصلحة النظام باعتباره رجل زو خبرة وحكمة كبيرة وزو خبرة في قيادة الرئاسة الإيرانية لكن تم استبعاده منذ أكثر من 21 سنة موجود ضمن هذا المجلس تم استبعاده في الفترة السابقة بدون أسباب معلومة له الحق في الترشح له الحق بكل تأيجاد في الترشح إذا لم يكن هناك بعض الاعتبارات الأمنية أو الجنائية أو غيره أعتقد أنه ده غير موجود كمان أن أحمدي نجاد اللي كان بيتم الدفع به في بعض الانتخابات أو بعض المناسبات أعتقد أنه ليس لديه حزوز الاعتبار وجوده ورغم حسابه على الطيار الأصولي المتشدد ولكن بعد التصريحات في الانتخابات السابقة وبعض المواقمات السياسية التي وضع نفسه فيها أعتقد أنها بتجعله خارج مربع الترشح بأي حلم الأحوال